اشتركوا في القناة اليوم سوينا دولمة هذا الدولمة اول شي بديت بالسلج من اكملة السلج ابدي بالبصل قبل كل شي من اكملة السلج ابدي بالبصل ليش ابدي بالبصل حتى يتفتح للمتابعات الجديدات يعني هذا الحشي يعني انا اكو بيهم يعني ما يفتحون البصل اخر شي لاني بالبداية افتح البصل حتى ياخذ هو ويتفتح واخليه على الماء اكمل الطماطة والبيدنجان والشجر واثرمهن البصل عاد يتفتح من كيفه وبس يشقوله تطلع البصلة او يعني ورقات البصل شوفون يا غاليات هذا البصل هسا عاد راح اكمل البصل واخرب صفحة يعني قصدي بجهة يلا بصفحة ولا بجهة هو نفس الشي اه وابلش عاد بالخضروات هذا الراس البيدنجانه هم يعني احشيه شوفوا الراس البيدنجانه هم اخلي به حشوة من الدولمة هذا الراس البيدنجانه السعاد هذا الطاس اعاد بيها يعني هيتش طلعتها من الكاونتر على مدخل بيها الخضرة قبل ما اخليها بمحاضرة الطعام اخلي بيها الخضرة شوفوا ان البيدنجانه يا جديدات انا هيتش اصوي البيدنجانه اخلي لها قاعدة حتى من افتحها شوفوا حتى من افتحها ما تطلع الستشينة اوت يعني ما تطلع خارج الشسمة شوفوا شون فتحتها وخليتها حتى من اخليها بالجدرية يصير يعني المي مالدون المي يعني يطب بالبيدنجانه والمي مالدولمان يفورها ميناء يطبيها يعني ما اصدها شوفوا متابعاتي متابعيني منو عشاق الدولمة احنا بالنسبة انه كنا بياتي كنا نحب الدولمة نعشقها واني اكثر شي بشتة اسوي دولمة ماذي ليش يعني حين نحبها بالشتة بالاسبوع مرت يعني يمكن اني اسويها الدولمة واكو ناس بالمناسبات او اكو ناس بس يوم الجمعة يسوون لا لا انا ما عندي جمعة وخميسة سبت دائما اسويها الدولمة اسويها يعني لا العشا لان الولد بالنهار بالدوام ويتأخرون والدولمة حلاوتها شفتنا السحقة حلاوتها وحرارتها فعاد هما ما موجودين واللمة الحلوة ما موجودة فعاد نسويها بالليل بالليل كلهم موجودين عاد اللمة عاد دولمة تصير كلش طيبة تعكلين منها ما تشبعين هي الحلوة بلخص بالصينية يعني ما حب الدولمة بالمواعين بالصينية إذا نفرغها يعني واحد يأكل يعني بالنسبة لي ما أكله بخبوز أكل بالخاشوقة بس أكو يعني يأكلون بالخبوز المهم حبايب قلبي وحدة من المتابعات الغاليات سئلت علي تقول ليش تنفتين من تحشين حبيبتي والله ما بيشي بس شوي عندي حساسية بصدر يعني حساسية مزمنة وعاد يعني من نحتي تسمعين النفيت ولا الحمد لله ما بيشي بس حساسية أشكرك حبيبتي قلبي على سؤالك بس أخليهم وما حضرت الطعام بعد ما أكلهم حفرتهم أخليهم وأخلطهم ما أريد أسويهم نعمات بالدول ما الخشن أطيب يعني أحس يعني الثرم الخشن أطيب عاد أكو بيهن مامة رمازيين يعني كبار بعدين يعني القطن واخرهن ثلاثة أربعة من يعني من البيدنجام شوفون يا حبايب البصل شو يتفتح وبدخص هذا البصل يعني اليابس أو الحايل أو بصل إحنا سمي بصل يابس ناس سمي بصل أحمر هذا البصل يعني كله مولد يعني مولد يعني 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 من تفتحين البصلة تلقين بنصها يعني بصل صغار عاد إحنا نقول مولد البصل يعني مو مثل البصل قبل سبحان الله حتى البصل تغير قبل تلقين لشا البصلة تقصينها تطلعين كم محدة من عدها كم مرقة للدول ما هذا لأ يعني مش أقول لشا المهم بعد ما فتحنا البصل كملت جيت أسوي الخلطة هذا الخلطة مالتل الدولمة وصيني التثريل أنا يعجبني أخلي وصيني التثريل هذا الشحم واللحم مثل ما شفتو إحنا نخلي شحم عليها شحم بس عندي بالبيت ما يأكلون بها شحم وما يأكلون بها فلفل أخضر إنو أخرب صفحة نسوي لهم يعني واحد هذا دبس الرمان وليماندوزي وملحم خليت بكيف جنعة هذا الملح وليماندوزي تبقى يمج تيذة زودين تيذة نقصين هذا تبقى يمج أنت أخلطي وضوقي شوفين شنو نقص وضيفي حتى إذا بهارات يعني بس أخلي فلفل أسود بهارات أخلي يعني ما أخلي يعني كثير بهارات بس فلفل أسود مرات يعني أخلي غير يعني بهارات سبع بهارات أو شي يعني أخلي ويا وهما أجي هما أخلي وحده وخلي زيت وأخلط شوفوني حبايب وأقول شكرا جزيلا لاشتراكات الجديدة شكرا جزيلا نورت قناتي وهي منورة بالعتيجات والوسطانيات وألف هلبيت شنح بيباد قلب الغاليات شكرا جزيلا الجيد على قناتي ولا تنسني هم روح على كوي اشترك بكوي حبيباتي هم نفس الاسم أنا وأحفادي ياريت تروحون هناك وتزوروني هناك وتفرحوني حبيبات قلب الغاليات هذا شلت لما يأكلون بي شحم خليت قليل لحم بيه هذا الطاسة وأخرها وصفحة اللي فيها بجدرية صغيرة شوفون وخلي زيت وراح أضيف عاد الشحم على الخلطة مالتن هاي بابركة حلوة راح أخلي بكيفة عاد هذه الشلتة ما هذه وهارات بس هذه راح أخلي بابركة حلوة بابركة حارة شوفون هاي باردة وهذه حارة راح أخلي تأصير شوية أنا عجبني اللاتعة والحادة والشو ما قلت شن يعني حادة بحدودتها يعني شن الفلفل مالها كلش طيبة تصير هالدولمة تحطي لها من هالبهارات والفلفل هنا يخلي الفلفل أخضر حار وفلفل أخضر بارد هسه راح يشوفون طريقة اللف مالتي غالياتي وقل للعتيجات تراني ما عوفتشن انتن والوسطانيات لا تخافون والله ما عوفتشن لا يحرمني منشن حبيبات قلب الغاليات شوفون هذا البصل البصل الآن يعجبني البصل من يعني تلتشع بجذية يعني مو تنحرق وإنما تنحرق اللي شوي تنحرق اللي شوي المهم يصير لون البصل لاتع إشق الطيب يصير البصل بس راح أشوفتنا الدولمة هذي طبعا هذا الدولمة سويناها يوم الثلاثة يعني أولة البارحة واليوم خبرت جنتي وردة جوري قلت لها ليش ما تجين علينا لتي هي أنا بكواي لعد أروح عليهم لعد يجون علينا قالت قلت شاسمه عماني مش تهي فلافل قلت لها تعالي راح نقع حمص مجرو شو تعالي انتي سوي شاسمه فلافل وتعالي انتي صوري واسب موبايلي صورت عادي ان هي كملت هي وام أماني أنا قعدت عاني وابو يونس بالغرفة ويد جهال وشاسمه هي وام أماني كملنا العشة والدولمة هم سوينا دولمة يعني هم سوينا دولمة جديدة وسويت فلافل عادي بالله أكثر هاتشلت شاسمه دولمة ايه واللي فعارفة على كل حبيبات قلب الغاليات عليكم وعليهم وعلينا ايه مجال لأن أنا مشتركة بقروبات على الواتساف قروبات الكواي وهم هم تا يعذرني لأنهم مشتركات بقناتي والله ما أقدر يعني أعلق وأدخل هذا يعني جثيرات ما شاء الله يا رب يلا يكثرهم على مدى التعليقات حبيبات قلبي بس والله أدري وأدري شون يعني تكتبون وش تقولون يعني أفوت علي هنا قراهن بس يعني أحاول ما أقدر أنطيكم بس قلب بس نبات كلمات غير حلوة والله هي ما أقدر أفوتها بصراع ذاك اليوم لقيت تعليق جايني من وحدة من المتابعات تقول هاي الجدرية مالت وردة جوري والله يا يوم اشتريت هذا الجدرية أنا بـ 35 ووردة جوري أدها بسودة وأني هذا اللون يعني لا هي خضرة ولا هي زرقة نسيت اسمها اللون هذا تركوازي يمكن هذا اللون المهم يعني حتى إذا كان مالت وردة جوري يم بيت ابني حتى إذا أخذ منهم جدرية أو أمطيهم جدرية ما بيها شي شكو بيها يعني ما أكو داعي هي شي تحشون حياتي وألف هلب كل حبيبات قلبي واليوم أحفادي أول يوم دراسة إحنا أدنى بالدبس رأحوا للمدرسة وجا يصورهم وصلهم للمدرسة وأرجع قلت لهم تعال تصوركم تشوفكم الغوالي قلبي المتابعين والمتابعات حبيبات قلبي والله يوفقهم يوفق ولادكم إن شاء الله وكل الطلاب إن شاء الله ينجحون يا رب والله يوفقهم يصلون مراحل إن شاء الله متقدمة بحياتهم حبيبات قلبي إلى هنا وصلنا نهاية الفيديو وأقولكم أشوفكم فيديو جديد آخر ومع ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر